أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة وصفحة فسحة تفكير وسنحاول أن نتطرق فيها إلى موضوع آني في الحقيقة وموضوع بدأ يأخذ أبعادا كثيرة وأبعادا كبيرة تجاوزت أعتقد الشيء الطبيعي فيها وهو الموضوع المرتبط بأزمة أو ما سمي بالعميد والكوفية أو منع إحدى عمداء كلية تقريبا أعتقد بنمسيك بالدار البيضاء منع أحد طالبات أو منع تسليم جائزة لطالبة رجدة كوفية فلسطينية في الحقيقة الموضوع أعتقد بأنه أخذ أبعادا لا يجب أن يأخذها لأنه حتى في الحالة التي قد يكون فيها أو نعتبر فيها بأن العميد قد ارتكب خطأا لأنه ليس هناك ما يمنع من ارتداء لباس معين داخل الحرم الجامعي من الناحية القانونية الإنسان حر أن يرتدي كوفية أو لا يرتديها فهذا أمر يخص هنا العميد أعتقد بأنه جانب الصواب من هذه الناحية أنه ليس هناك وأنتم تعلمون بأن حتى القائد القانونية تقول لا منع إلا بنص بمعن أن الإنسان لا يمكن أن يقوم بمنع أشياء دون نصوص قانونية واضحة وصريحة في ألمان ومن ناحية ثانية هناك تجهيش كبير جدا ضد العميد أو ضد كل من لديه ربما موقف أو لديه فكرة قد تختلف عن ما هو سائل أو ما هو موجه هذا يشكل بالنسبة إلي ناقص خطر وأيضا يشكل بالنسبة للعديدين يعني أمرا يحتاج إلى التوقف ويحتاج إلى الوقوف لا يمكن أن تصبح هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي مواقع للتحريض ومواقع للإدانة ومواقع للهجوم الشخصية على الناس بدعوة أنهم قد أخطأوا أو قد يخطئون من يخطئ فهو مخطئ ومن يصيف فهو مصير ولكن أن تتحول هذه الحملة إلى أشياء ربما فيها نوع من التحريض وفيها نوع من العنف وممارسة العنف الرمزي هنا أعتقد بأن الإخوان أو الناس لديهم حساسية مع هذه المواضع لا بد من التنبؤ إلى أن مثل هذه الأشياء تصنع ثقافة ثقافة اللاقانون ثقافة الفوضى ثقافة الشطط أيضا في استعمال الغوغاء والرأي العام يعني بشكل فيه نوع من المبالغة إذن قلت بأن الأمر يجب أن أخده بهذا الشكل هناك شق قانوني لا يحق للشخص أو لهذا الرجل أو لهذا العميد كيفما كان الحال أن يقوم بهذا السلوك من الناحية القانونية أتحدث لأنه ليس هناك قانون يمنع شخصا معين أن يرتدي لباسا معين ولكن أيضا من الناحية الأخرى لا يحق للناس أن تتهجم على عميد أو غيره بدعوى أنه قد خالف القانون لأن القانون لديه أصحابه ولديه من هو حارس عليه ويحرص على تطبيقه وبالتالي لن يصبح الغوغاء قانون في حد ذاته إذن هذا هو ما حاولت في هذا الموجز أو الفيديو الموجز عن أقوله شكرا لكم وإلى اللقاء